السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخيرا جماعة انا جربت موضوع العلف البادي موضوع العلف البادي النباتي يعني تلعي الموضوع ده حقيقي وكويس وبجد خلاني ان انا استغنى عن البلقم والفلارس ولكن ليس استغناءا تاما يعني باستخدم الفلارس دلوقتي والبلقم ممكن مرتين اتنين في الاسبوع في البداية خالص لما جبت العلف وجيت اقدمه للعصفير بسيط لقيت ان الكوكتيل ده عينة دي قوي يعني بقيت احط له العلف قدامه ما برداش ياكله خالص فطبعا عملت ايه جبت العلف وحطيته في الطاجن وحطيت عليه قدم علاقة واحدة كبيرة من البلقم والفلارس بحيث انها كمية ما تشبعهمش حطيته عليه نفسه على العلف بحيث ان هما ياكلوا البلقم والفلارس وبعدين يبدوا ان هما هما بياكلوا بيراقطوا من العلف البادي فبدأ ان هما ياخدوا عليه طب بقصيت لقيت ان الطاجن فيه القشر بس بتاع بيراقم والفلارس وفيه لسه علف بادي فطبعا انا انا مش وزنه فانا معرفش الكل ولا لأ لقيت ان الفضلات اعزكم الله لقيتها لونها اخضر ولكن مش اخسال لا ده برزة متماسك وكل حاجة ولكن لونه فيه خضار اللون العلف البادي نفسه اللي هما اكلوه فبدأت اطمن ان هما بدأوا ياكلوا منه بدأت ان انا اقلل من البلقم والفلارس واقطر من علف البادي طب علف البادي ده بتجيبه منين او علف الفراخ يعني وبتجيبه الخشن ولا بتجيبه الناعم ولا بتجيبه الوسط بتجيبه الوسط وزي محطكم شايفين كده الحمد لله بدأوا ان هما ياكلوا منه الاول ما كانوش بياكلوا منه خالص كنت احطوا قدامهم ما كانوش بيرضوا ان هما ياكلوا دلوقتي بقيت احط الطاجن احط فيه العلف البادي بس الاقي الحمد لله ان هما بدأوا ان هما يأكلوا منه طيب جبته من عند العلاف عادي خالص وبقوله عايز علف بادي وسط يعني ما تكونش الحباية اللي هي السليمة كلها لا بتكون مكسرة تمام بتكون لونها لون العلف لونه كله واحد ما يكونش فيه نين ويكون علف نباتي ويتأكد منه وانت بتشتري بتلاقي مكتوب على الشوال علف نباتي 100% زي ما حاكم شايفين وهو ده هو العلف في الطاجن تمام والحمد لله بدأ انه هما يأكلوا منه وعلى اقل حتى بدأت انه انا اقلل من البيلقوم والفلارس والسعر العالي البيلقوم والفلارس اللي كل دلوقتي بيشتك منه وبالذات الفلارس وصلت 32 جنيه والله اعلم كمان اتعلم عن كده كمان العلف البادي دوت يا جماعة مفوش اي خطورة على العصفير لا هيسمن ولا كلام من ده خالص لان انك انت بتنوع في الاكل برضو يعني عن دراسة علمية وعن يعني ابحاث ودخلت على جوجل كتير وعلى فيديوهات كتير وعلى الاستاذ هاب المعاردي واكد لنا وتأكدت من جوجل ومن الابحاث ديت ان العلف دوت او علف الفلاخ ما بيعملش تسمين خالص للعصفير ولا بيعمله تليس بالعكس الدورة ما بتعملش اي تليس للعصفير لان انت مش هتعتمد عليه هو بس بوضو اكيد يعني مش هتحط للنهار او كل يوم العلف البادي لا ده انت اتحط يومين من العلف وتحط يومين من الحبوب انه هم بيحبوها بتاعتهم الاساسية مع طبعا الصبح لازم كلنا بنعمل كده بنقدمهم الوجبة الطرية بتاعتهم زي الامح المستنبت او الدورة المنقوعة الطرية وبدل المسلوق الرز طبعا الكلام ده كله بجانب الحبوب هيقلل من عندك موضوع التكلفة بتاعت الفليارس والبلقم وفي نفس الوقت واجبة غزائية غنية جدا بالفيتمينات والكاربوهدرات لهم بس اهم حاجة لما تيجي تعمل الموضوع دوت ما تكونش العصفير عندك بيضة ولا تكون عندها زغليل علشان خاطر له العصفير ما اقبلتش على الاكل ووضعت ان هي تعند تمام فما ينفعش تعند في الاكل وتجوق وهي تجوع ويكون عندها زغليل او يكون رأد على بيض وجعانة ومش عاجبها العلف فساعتها تقوم من على البيض فانت بتعمل التجربة ديت واهم حاجة ما يكونش عندهم لازغليل ولا بيض لغاية ما هم يخدوا على ان هم يكلوا العلف البادي معه بجانب الحبوب تمام هتقدر ان انت بدلا ما كنت بتأكلهم السبعة ايام الحبوب لا دلوقتي ممكن تقدر ان انت تأكلهم يومين اتنين في الاسبوع الحبوب الاسبوع بقى العلف البادي يا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم وان شاء الله لنا اغطركم النهاردة عن تجربة باذن الله اتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم اتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة تفاصيل الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته